ده دخلني وخلاني أبقى شايف أن هناك أو أنا مش شايف يعني ولكن شايفين في حاجة بتحصل أيه طبعا ليه لأنه شمعنا بتحصل لهذه الأخطاء لصالح فريق معين وضد فرقة أخرى يعني الاتحاد ده اللي تاني مرة على التوالي ومتكررة حاجات أخطاء متكررة في اتجاهات معينة ولازم الناس تعرف أن ده يعني تعب السنوات وموسم وشغل ممكن الناس اللي ما بتشتغلش بقى مش فارق معها الحاجات دي لها تخسر تكسب إنما الناس اللي بتشتغل والمنظومة الكبيرة اللي بتصرف بالملايين عشان تقدم الشكل كويس وتاخد بطولات وتطلع للعالمية تيجي أنصر من العناصر يضع لك التعب ده كله عشان كده أنا في بداية كلامي بشكر شكرت إدارة الأهلي وكابت الخطيب على وجود حك تاقم تحكيم أجنبي في المباريات القادمة أو مباراتين يعني بيريمتز ومبارات الزمالك اللي انسحب فيها ومبارات المصري طبعا ما هاتش هستحمل اسلام ما هاتش استحمل بس خلي بالك بتاعتمليه وانت هتجيب الإدارة الأهلي هتجيب حكامها جانب لمطشاطها والمطشاط الثانية لا طبعا ما أنا بقولك الحاجة اللي لا نقدر عليها بتاعتي اللي تخصني أقدر إنما الحاجة التانية دي ما هدي مشكلة والحاجة التانية دي ما مرتبطة بي مرتبطة بالمنافسة مرتبطة بمنافسة ومرتبطة بحبوط كمان ومرتبطة بحبوط ومرتبطة بحبوط كبير زي نادي للتحاد سكنداري اللي بيحصل له كل شوية مشكلة بسبب التحكيم على الرغم بيقولك وانا قاعد قلت يا جماعة المطشي ده 3-4 انت عارف اسلام هي المشكلة في ايه يعني برضو احنا اه قل لي المشكلة في نها المشكلة ان انت يعني في حاجات بتبقى واضحة قوي يعني واضحة مفيش مجال يعني ساعات مثلا الحاكم يبقى فيه لعبة معينة ووقف قدامه 3-4 لعبة فانت مش شايف انما اللقطة اللي جات من شوية الحاكم قريب وما فيش حد هاته تاني لو سمعت وما فيش حد مغطي عليه ليه بلقط الحاكم اه ما فيش حد مغطي عليه مثلا الرؤية تعرف انا بقى انا شفتها فوق اه وانا قاعد بتفرق يال ولكن قلت يمكن انا ناسي بس لما جاب سامير جاب هالي دلوقتي يا كابتن مالله حاجة يعني يعني الحاكم شايف اللقية واضحة قدامه بس يا كابتن طيب قل لي هل هناك عائق امام الحاكم خلص يعني هاته اللقطة التانية سامير بقى اللي فيها الزقة اللي هي اللقطة اللي واضحة يعني اللي الناس كلها ايوه دي لا مش دي لا فيه واحدة تانية بقى الجديدة اللي انت جبتها جديد فيه لقطة غير دي اه اللي بعدها هاته اللي بعدها طيب والتمنتاشر مش زحمة مش محتاجة مثلا بالعرض وفيه اربع خمس ست لعيبة مش محتاجة مشتركين مش بينة ده واحد مع واحد والرؤية الحاكم كويسة جدا جدا للموضوع مش هنقول اصلا كان بعيد اصلا لو انت راجل بتشجع نادي بيرمدز هتقول ليه في كرة زي اه مثلا مش هفتح بقى اساس دار وقت دار بالجزام انا انا قلت الكرة دي لو ينفع نعرض اللقطات اللي احنا جابينا دي ونوديها لكابتن هاني سعيد مدير رياضي نادي بيرمدز هو نفسه هيقول لك حسابها ضرب الجزام ها وزا ليه اه هي دي يا كابتن بص يا كابتن هل دي بحتاجة يعني رجل لا بجد والله كابتن كابتن معلش اطلاقا والله والله يا كابتن انا لو حضرتك شايف ان هي ليست ركل الجزاء من فضلك اطلاقا والله العظيم تلاتة اطلاقا اصلاها باينة جدا جدا يعني يعني انا عايز حد ييجي يا جماعة يا محمود ومال ضربة الجزاء شوفوا حد ييجي يقول ان هي مش ركل الجزاء وبعدين ضربة الجزاء تتحسب امتى بقى والسؤال يعني لو لو الفار قاعد وشايف في اي شك بالنسبة له هو قدراته كده ما تجيبه صحيح ما تجيب ما تندهل ويبص عليها تاني ايه المشكلة امال الفار جاي ليه يعني ما هي وظيفة الفار في مثل هذه الحالات ان انت تسكت وتستنى تشوف كذا يعني مش معقولة احنا قلنا الفار ده هيسهل على الحكام ومساعد للحكام ويقدر الحكم يتراجع في قراره ممكن ما يكونش مركز ممكن ما يكونش اي حاجة بقى مش خص فالفار هو معمول عشان كده يعني يعني الفار مش معمول بس عشان التسلل لا الكور المشتركة اللي زي دي واللي فيها ضربات جزاء ما تبص اندهله يعني انا كان نفسي اطلع اتكلم مع حضرتك زي ما انت كنا منتكلم برا كده والله اسلام من ناحية اليمين هنضغط كذا ونحنش ما لحنعمل مش عارف ايه ومن هنا هنعمل ايه وراجل عيعمل كذا والبرامدز عن دهم الحتة دي كذا طيب مش هنعرف هل انا كراجل مشجع احلاوي ممكن اسيب النقطة دي او اللقطة دي واسكت يعني حضرتك لما شفت اللقطة دي لا انا لازم اتكلم عليها يعني انا وانا جاي اقولت لازم لو انت ما فتحتش الموضوع انا هفتحك لان انت بتبقى قاعد برضو في حاجات بتستفزك يعني طب اشمعنا يعني طب ايه المشكل كرة في الاول وتحسبها تيجي ما تجيش ما ساعات بتتحسب وفيها شكة ونص ونص وتطلع برا تيجون ماشي الامور وبعد ايه خلي بالك يا اسلام انت كنت لعيب كرة عارف الاهداف وتقوتاتها بتفرق مع الفرق جدا جدا في الاداء والحماس تحس ان انت كسبان واحد صفر لا ده انا اموت نفسي وانما بالشكل ده ما ينفعش يعني ما ينفعش خالص ومع ذلك لن نقول الا من فضلكم الفترة القادمة لا تحتاج الا للعدالة على رأي كابتن سمير اعتقد كابتن سمير عثمان قال للحكام او حكم من الحكام مرة قال له احب نفسك من فضلكم حبوا نفسكم الفترة اللي جاي لان الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا سواء على النادي الاهلي او على النادي بيرميدز او على النادي الدخلية او المقاولين او فوق تحت فوق تحت يعني الفرق اللي بتنافس او اللي عايزة تقعد والفرق اللي بتنافس على القمة فمن فضلك ما حدش هيستحمل ما حدش هيستحمل خليكم على قد ما تقدروا طبعا لان انا عارف ان كل هذه الاخطاء لا يقدروا هقدروا هقدروا يقدروا أنا شاف أنهم يقدروا لأن احنا بقول لك ما هي لعبة من الألعاب هي يعني أخيرك هتلسى من كم ساعة يعني يعني حاجة قريبة وحاجة باينة جدا جدا وتحسبها عادي إيه المشكلة في كده زي بقول لك اندهل يعني الفري اندهلك وتعالى بص يا عم وقول لا أنا بقول مش ضرب الجزاء الناس هتحترمك هتقول له الله هو رأيه مثلا إنما ما تشوفش وما تقولش وما تعملش وما حدش اندهلك ما حدش يعني دي برضو أتمنى أن الماتشاط اللي جاية يكون فيها عدالة أكتر من كده وأن تقل الأخطاء فيه أخطاء آه فيه أخطاء غير مقصودة غير مقصودة ولكن من فضل حضراتكم الأخطاء دي نحاول نخليها تقل 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 على قد ما نقدر الأهل يكسب من فضل المشكلة كمان في حاجة إن انت كده يعني فرقة زي فرقة النادي الأهل والعيبة اللي هما انت قلت كلمة جميلة جدا أبطال النادي الأهل أي اللي متحملين ضغط المباريات وكل 48 ساعة يلعب ماتش وبيلعب تحت ضغط الجهاد والضغط النفسي لأنه هو عنده مؤجلات عايز يكسبها كلها عشان يتصدر الدوري فالعيبة دي بالتعب ده كله وتيجي تحس بشيء من عدم العدالة في بعض المباريات اللي ممكن توجه اللي بيد عن عنهم اللي بيد عن عنهم اللي حتى النهاردة أنا بشوف أن حكم المباريات النهاردة في الأهل يطلع الجيش حكم جيد بالضبط يعني إنما تيجي تشوف حاجة زي كده المنافس بتاعك وبيستفيد من أخطأ حكام وبيستفيد من الكلام ده طب لأ أنا تعبان وعندي ضغط نفسي ومجهد وبحارب وإحنا في شهر سبعة ولسه الدور فضلنا كامة ما تشاط قد كده صحيح وتيجي تحس بالكلام ده لأ لأ طبعا يعني زي بقولك إن فيش حد هستحمل يعني دي بتولد برضو عند اللعيبة برضو ضغط تاني وعصبية صحيح فنتمنى الحالي يتحسن وزي ما قلنا برضو يعني الحكام يا سيدي أنت موسم وحش وكلنا معترفين بالنسبة للحكام وحش طب فنش كويس مثلا يعني فنش كويس حاوة تضبط نفسك كتب محصل صراح دايما كان يقول لنا اللقطة الأخيرة بالضبط كده هي اللي بتنسي حاجات كتير يعني أو بتصلى حاجات كتير إنما ما بتبقاش من الأول للآخر زي ما قلنا الأخطاء مقبولة في بداية البطولة لسه مشوار كبير ومحدش عارف زروف النبارات إنما الهدف بيفرق في النبارات الأخيرة